تصعيد عسكري شهدته الساعات الأخيرة في اليمن في أكثر من مديرية ومدينة مع تعرض الحوثيين لانتكاسة عسكرية في أكثر من منطقة إذ سلم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذاب السلم نفسه مع خمسين مسلحاً آخرين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية حيس كما اشتعلت معاركه في محافظة الجو في كل من مديريات الشعف وخب وأسفرت عن قتل القيادي الحوثي البارز عيسى بحيش هذا وخيم التوتر أيضاً على مديرية نادرة بمحافظة إب وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين لمنزل القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن اللي وعبد الحافظ السقاف والتهديد بتفجير منزله كذلك نجحت قوات الشرطة اليمنية في عدن في إيقاف مخطط للحوثيين لنقل مواد إيرانية محظورة تستخدم في صناعة القذائف والمتفجرات إلى صنعاء ترجمة نانسي قنقر